السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية الحلبة سوف تغير حياتكم اليوم سأقدم لكم ثلاث وصفات رائعة جدا وسوف تغير بشرتكم وشعركم 180 درجة بواسطة الحلبة المكون السحري وأنا أعدكم بنتائج رائعة جدا بعد استخدام هذه الوصفات إذن هنا نرى أول وصفة في هذا الفيديو بالنسبة للطريقة الطريقة هي سهلة جدا سنقوم بأخذ حبيبات من الحلبة سنقوم هنا بتحنها جيدا حتى نتحصل على شكل بودرة ناعمة جدا إذن هذا هو شكل الحلبة بعدما قمنا بتحنها في متحنة كهربائية سنقوم هنا بأخذ إناء مناسب سنضع فيه تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة بهذا الشكل ثم سنضيف إليها مقدار ملعقتين من مكون آخر هو الآخر رائع جدا سنضيف الزبادي أو الياكورت الطبيعي بدون السكر وبدون نكهة سنضيف ما يعالل تقريبا مقدار ملعقتين هكذا صغيرتين من الزبادي أو الروب أو ما يسمى كذلك بالياكورت أو دانو المسوس نخلط جيدا المكوينين مع بعض إلى غاية ما تتجانس هنا الحلبة مع الزبادي بهذا الشكل كمية الزبادي هنا دائما تكون ضعفين من كمية الحلبة كما رأيتم قمت هنا بوضع مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة مع مقدار ملعقتين من الزبادي ثم سنقوم بخلطهما مع بعضهما البعض وسنقوم بوضعها على بشرة تكون نظيفة ننظف دائما البشرة بالصابون أو بالغاسول اليومي ونقوم بوضع هذه الوصفة على كل البشرة يمكنكم أيضا وضعها تحت العينين ليست هناك أي مشكلة وبعد ذلك سنتركها إلى غاية ما تجف جيدا الأمر سيأخذ تقريبا 20 دقيقة بعد ذلك قموا بغسل الوصفة بماء فاتر حتى نقوم بإزالة الحلبة من البشرة وبعد ذلك نقوم بغسلها بماء بارد وهذا حتى نقوم بسد مسامات البشرة ومباشرة سوف نرى النتائج نتائج مرضية جدا هذا الماسك بصراحة من الماسكات المفضلة لدي الآن سننتقل لتطويل الشعر عندما نقول الحلبة فإننا مباشرة نتذكر الشعر لأن الحلبة معروفة بخصائصها الرائعة للشعر فهي تقوم بإنبات الشعر تقوم بتطويل الشعر الحلبة جيدة ورائعة وكذلك يعني بالنسبة لطريقة عملها نأخذ كمية من الحلبة نقوم بتنقيتها وإزالة كل الأتربة وفي نفس الوقت سنقوم بتبليلها وغسلها جيدا إذن كما قلت سنقوم أول شيء يعني بغسل الحلبة أنا سوف أخذ هنا تقريبا مقدار ثلاث ملاعق أنتم ممكن مضاعفة الكيمية يعني دائما تضاعفون الكيمية والمقادير حسب طول وكثافة الشعر سأقوم هنا بغسل الحلبة وتبليلها في نفس الوقت نقوم بغسلها من الأتربة ومن كل الشوائب كما تلاحظون بعد ذلك سأقوم بتصفيتها وأضعها في كسرولة ثم أضيف إليها كوب من الماء وأضع الكل على نار هادئة حتى تصل إلى درجة الغليان إذن نأخذ الحلبة الذي قمنا بغسلها وتبليلها نقوم بوضعها هكذا في كسرولة دائما قلت لكم بالنسبة لوصفات الشعر فالمقادير تختلف على حسب طول وكثافة شعر كل شخص بعدها سأضيف كوب من الماء ونضع الكل على نار هادئة كما تلاحظون عندما تغلي الحلبة قموا بتحركها حتى لا تحترق عندما تلاحظون أن لون الماء قد تغير وأخذ لون الحلبة فبعدها قموا بإطفاء النار بعدما يبرد هذا الخريط أو محلول أو مغلل حلبة سنقوم هنا بتصفيته بهذا الشكل ثم سنأخذ قرورة على شكل بخاخ سنقوم بملئها لكي يسهل علينا استخدام هذا المحلول ورشه على كامل فروة الشعر إذن كما تلاحظونها نحن قد حصلنا على مغلة الحلبة فالحلبة هنا بعدما تقومون بغليها فالرائحة تختفي يعني رائحتها القوية سوف تختفي عندما تقومون بطبخها أو غليها وهذا المغلة رائع جدا جدا يعني هنا قمنا باستخلاص فوائد كل الحلبة بعدما قمنا بطبخها سنستخدمها مباشرة الفرق في هذه الوصفة يعني أنها ليست بها رائحة قوية للحلبة هنا بعدما قمنا بغليها قمنا بتصفيتها وقمنا بوضعها في بخاخ حتى يسهل علينا استعمال هذا البخاخ على كامل فروة الشعر دائما قبل استعمال هذه الخلطة أو هذه الوصفة قموا أول شيء برج القنينة جيدا ثم قموا برج أو ببخ ورش هذا المغلة على كامل الفروة وقموا كذلك بتدليك الفروة جيدا حتى يتغلغل في أعماق وفي بصيلات الشعر مغلة الحلبة بالنسبة لهذا المغلة يستخدم لتطويل الشعر يوميا يعني صباحا وكذلك مساءا إذا استطعتم استخدامه كذلك ثلاث مرات في اليوم قموا باستخدامه فهو غير مضير للشعر وغير مضير كذلك للفروة يمكنكم استخدامه يوميا ثلاث مرات في اليوم وليست هناك مشكلة تقومون برجه على الفروة بعدها قموا بتدليك يعني بعمل مساج برؤوس أصابعكم لفروة الشعر وتتركونه حتى تقومون بغسل شعركم يعني قموا بغسل الشعر بالطريقة العادية أو إذا كنتم لا تريدون استخدام هذه الطريقة قموا بعمله مرتين في الأسبوع فاغسلوه فليست هناك مشكلة إن شاء الله سوف تلاحظون منذ أول أسبوع تغيير رائع جدا في شعركم سوف يصبح لامع سيصبح جميل جدا يعني ستلاحظون أن هناك تغيير في شعركم واستمروا في استخدام هذه الوصفة حتى تحصلون على طول الشعر المناسب وستلاحظون كذلك أن الطول سوف يزداد بسرعة كبيرة جدا حتى ولو كان الشعر قصير جدا سوف تلاحظون تغيير جدري إذن هذا بالنسبة لوصفة تطويل الشعر الآن سننتقل للوصفة الأخيرة في هذا الفيديو وهي وصفة لنفخ الخدود إذن بالنسبة لماصك نفخ الخدود سنحتاج فيه إلى ثلاث مكونات في هذه الوصفة أول مكون سنحتاج إليه ألا وهو الزبادي الطبيعي الخالي من أي نكهة لا يكون فيه السكر وكذلك لا نكهة كذلك هنا سنحتاج إلى الحلبة وهي طبعا هي المكون الرئيسي في هذه الوصفة ضروري أن تكون هنا الحلبة مطحونة وأيضا سنحتاج إلى ماء الورد يمكنكم تعويضه أيضا بماء الزهر إذ لم يكن ماء الورد متوفر لديكم طبعا ماء الزهر صالح للاستخدام على البشرة كذلك وآخر مكون سنحتاج إليه هو العسل عسل النحل العسل الطبيعي يمكنكم استخدام سواء عسل الأوكاليبتوس أو عسل الليمون أو عسل البرتقال لأنه رائع جدا في الوصفات التجميلية أول خطوة قموا بأخذ حبيبات من الحلبة قموا بطحنها وقموا بغربلتها حتى تحصلون على دقيق ناعم ورطب بهذا الشكل يعني بدون تلك القطع الكبيرة التي قد تسبب خدوش لنا في البشرة ثم سنأخذ هنا تقريبا سنأخذ كمية من مطحون الحلبة سأضع تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هكذا من مطحون الحلبة ثم بعدها سنضيف إليها ملعقة من الياقوت الطبيعي أو الزبادي بدون سكر وبدون نكهة وسأضيف كذلك ملعقة من ماء الورد الذي كما قلت لكم ممكن تعوضه أيضا بماء الزهر سأضع هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة وكذلك مقدار ملعقة من العسل عسل النحل ممكن استخدام أي نوع المهم أن يكون عسل نحل طبيعي 100% هنا إذا كنتم تتوفرون على الفيتامين A أو الفيتامين A ممكن هنا إضافة بدع قطرات منه إذا كنتم لا تتوفرون عليه فممكن الاستغناء عليه إذن سنخلط جيدا العناصر مع بعض إلى غاية ما تتجانس المكونات مع بعضها البعض حتى نتحصل على قوام كما تلاحظون يكون على شكل كريمة بهذا القوام ضروري أن نقوم بتطبيق هذه الوصفة على أماكن أول شيء تكون البشرة نظيفة نقوم بتطبيقها على الأماكن التي نريد أن نقوم بتسمينها في الوجه نقوم بتطبيقها على الخدود لا نضعها على الأنف أو على الجبهة أو على مكان لا تريدون الحصول على النفخ فيه ضعوها فقط على الخدود لأن هذه المكونات مع بعضها البعض تتفاعل وتمنحنا نتائج رائعة حتى الحلبة لوحدها فهي تعطي نتائج رائعة جدا جدا نطبقها ونتركها تقريبا لمدة نصف ساعة وبعدها سنقوم بإزالتها بماء يكون فاتر ونقوم بتمرير قطنة بها ماء الورذ أو نقوم بتمرير مكعبات من التلج على كامل البشرة وذلك لإغلاق المأسامات ستلاحظون النتيجة رائعة جدا منذ أول استخدام إذا أردتم نتائج نهائية وطويلة الأمن لنفخ الخدود فقوموا باستخدام هذه الوسطى يوم نعم ويوم لا وهذا حتى تحصلون على نتائج رائعة جدا إذا كان وجهكم يعني متوسط الحجم يعني تريدون فقط نفخ الخدود فقوموا باستخدام هذه الوسطى ثلاث مرات في الأسبوع مع تباعد عدد المرات يعني يوم نعم ويوم لا إذن كانت هذه هي وصفاتنا لليوم الرائعة للشعار وكذلك لتبييد البشرة وتنعيمها وأيضا لنفخ الخدود ففي هذا الفيديو قمت بوضع ثلاث وصفات أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم إذا أعجبتكم هذه الوصفات وأعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بالتقطع على زر لايت ومشاركة الوصفات مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء